تعلمنا سابقاً أنواعاً متعددة لخطوات حل المسألة، مثل رسم صورة، التخمين والتحقق، الحل عكسياً. في هذا الدرس، سنتعلم حل المسألة باستعمال خطة حل مسألة أبسط. يظهر هنا في المعطيات أن أربعة خبازين يصنعون ثمان كعكات في ساعة، والمطلوب كم كعكة يستطيع إثنى عشر خبازاً أن يصنعوا في نصف ساعة، إذا كان كل منهم ينتج العدد نفسه من الكعك في الساعة الواحدة. وكتخطيط لحلها، نختار أن نقسم المسألة إلى أجزاء ليسهل حلها. فنبدأ الحل بالخطوة الأولى، وهي تحديد عدد الكعكات التي يصنعها الخباز الواحد في الساعة. فنقسم ثمانية على أربعة، فينتج اثنان، أي أن الخباز الواحد في ساعة واحدة يصنع كعكتين. وفي الخطوة الثانية، نجد عدد الكعكات التي يصنعها الخباز الواحد في نصف ساعة، فنجدها كعكة واحدة. وبالتالي، عدد الكعكات التي يصنعها إثنى عشر خبازاً في نصف ساعة تساوي إثنتي عشرة كعكة، وهو المطلوب. وللتحقق من صحة الحل، نراجع الحل. فإذا كان إثنى عشر خبازاً يصنعون في نصف ساعة إثنتي عشرة كعكة، فإن أربعة خبازين في نصف ساعة يصنعون أربعة كعكات. وبالتالي، أربعة خبازين يصنعون ثماني كعكات في ساعة. وبهذا المعطى، الإجابة معقولة. مثال من واقع الحياة. يظهر هذا الجدول عدد سكان بعض مناطق المملكة. وبتطبيق ما تعلمناه في درسنا، نستنتج أن عدد سكان المدينة المنورة يزيد على عدد سكان المناطق الأخرى الواردة في الجدول بـ 122,673 نسمة. يعلمنا هذا الدرس طريقة حل المسألة باستعمال خطة حل مسألة أبسط. ترجمة نانسي قنقر